السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن The Five Senses إذن الحواس الخمس لاحظ عدنا Senses حاسة Senses حواس Five Senses الحواس الخمس إذن لدينا خمس حواس Taste Sight Touch Smell Hearing Taste إذن حاسة التذوق Taste Sight حاسة البصر لاحظ GH لا ننتقل لا نقول سقهت إذن حرف G والH Silent إذن حرفين صامتين Sight Touch Touch حاسة اللمس Smell حاسة الشم Hearing Hearing حاسة السماء إذن نحفظهم Taste Sight Sight Smell Hearing نقرأهم آخر مرة Taste Sight Touch Smell Hearing كل حاسة يكون مقابلها عضو معين من الجسم لاحظ Taste بيكون عندنا Tongue إذا حاسة التذوق عن طريق Tongue نحفظها Tongue لسان Sight By يعني بواسطة Eye Eye إذن Eye عين كما نلفظ الضمير Eye باللغة الإنجليزية أنا اتذكر Eye عين نفس نفظ Eye Eye Touch Hand إذن لاحظ اللمس عن طريق شو Hand إذن اليد Smell Nose عن طريق Nose الأنف Hearing السماء بيكون عندنا Ear أذن أيضا نحفظها إذن عندنا Five senses خمس حواس بيكون عندنا Five organs إذن خمس أعضاء Tongue Eye Hand Nose Ear Tongue Eye Hand Nose Ear Taste Tongue Sight Eye Touch Hand Smell Nose Hearing Ear عدنا العضاء الخمس Hand Eye Ear Nose Tongue You can stroke Point By Hand إذن لاحظ جميع الجمل يمكنك أن تقوم بالشيء يمكنك أن تربط على شخص ما إذن Stroke By Hand عن طريق اليد By يعني بواسطة أو عن طريق You can point By hand يمكنك أن تشير By hand عن طريق اليد You can stroke Point يعني أحد هذه الأفعال You can stroke By hand You can point By hand You can watch By eye يمكنك أن تشاهد عن طريق العين You can watch By eye You can blink By eye يمكنك أن تغمز بالعين إذن نحفظ كمية blink يغمز أو يرمش You can hear By ear يمكنك أن تسمع بالأذن You can listen By ear يمكنك أن تسمع عن طريق الأذن You can smell By nose يمكن أن تشم عن طريق الأنف You can sniff By nose يمكن أن تستنشق By nose You can lick By tongue يمكن أن تلعق شيء أكل أو طعام أو تلحص طعام عن طريق اللسان You can chew By tongue يمكن أن تمذق باللسان إذن نحفظ إذن نحفظ هذا الأفعال stroke يربط أو يضع يده على شيء أيضا stroke جمعاتها سكتة وإيضا يخنق point يشير watch يشاهد blink يغمز hear يسمع listen يستمع smell يشوم sniff يستنشق lick يلعق to يمذق إذن لاحظ you can جميع الجمل you can يعني بإمكانك أو تستطيع إذا جدت مثلا أريد أن ترجم بإمكانك أو تستطيع باشرة أكتب you can أو أقول you can نحفظ by by بواسطة أو عن طريق وضع الشيء اللي أستخدمه طبعا هنا بعد can نستخدم الفعل جميع الجمل بهذا الطريقة أيضا تساعدني هذا الطريقة على تشكيل الجمل you can stroke by hand لاحظين جميعها نفس الطريقة فقط غيرنا الشيء المستخدم وأيضا الفعل اللي أستخدم بهذه الجمل what's your favorite sound ما هي أو ما هو صوتك المفضل لاحظ what's your favorite sound ما هو صوتك المفضل أو نقول what's your favorite غيرنا آخر كلمة taste ما هو مذاقك المفضل what's your favorite smell ما هي رائحتك المفضلة إذن فقط غيرنا آخر كلمة favorite sound صوت مفضل favorite taste ضوقك المفضل favorite smell رائحتك المفضلة what's هي اختصار ل what is تختصار نحذف the eye a poster face what's your favorite وغير آخر كلمة نحفظها what's your favorite مثلا أريد أن أجيب what's your favorite sound ما هو صوتك المفضل تجيب هذا الطريقة بدأ عن your تضع my favorite نفسها اكتبها sound أيضا نفسها لحظة فقط is هذه أضعها بعد sound تصبح my favorite sound is يعني صوتي my sound يعني صوتي المفضل my favorite sound is يكون أو هو إذن is بمعنى يكون أو هو إذن الفعل بالجملة people loving إنو الناس يضحكون إذن هذا صوت المفضل لدي إنو people laughing my favorite sound is people laughing أيضا إذا سألني what's your favorite taste ما هو ذوقك المفضل لاحظ بدأ sound استخدمت taste بهذا الحالة أيضا كما قلنا نضع بدأ your my favorite نفسها taste أيضا أرجع is بعد taste تصبح my favorite taste is sour يعني الحامض sweet إذن الحلو أيضا بدأ sound taste نضع smell what's your favorite smell ما هي رائحتك المفضلة أيضا كما قلنا your رائحتك أنت تصبح my my favorite smell يعني رائحتي المفضلة is هي تكون fresh air إذن هو الطلق إذن نعرف fresh طازج أيضا fresh مع الطلق fresh air cake إذن رائحة الكعك my favorite sound is people laughing my favorite is sour sweet my favorite smell is fresh air cake نريد أن نقول ما هي رائحة أحمد المفضلة هذه ما هي رائحتك المفضلة لاحظ استخدمنا smell نبدأ بما هي كما قلنا ما بمعنى what نضع is what is نختصر كما قلنا نضع بدل i أبوستر في s تصبح what إذن what ما هي لاحظ رائحة أحمد كيف نقول رائحة أحمد ممكن شخص يكتب smell ممكن شخص يكتب smell أحمد وهذا خطأ مثلا نريد أن نقول سيارة أحمد نضع أحمد أبوستر في s تصبح أحمد car سيارة أحمد أريد أن أقول رائحة أحمد نفس الطريقة تصبح أحمد نضع بوستر في s أحمد smell رائحة أحمد أحمد smell رائحة أحمد إذن رائحة أحمد ترجمها أحمد smell بهذا الشكل إذن تصبح جملة what is أحمد smell الأفضل مختصرة مباشرة what أحمد smell ما هي رائحة أحمد نريد أن نقول المفضلة إذن الرائحة المفضلة بهذه الحالة قبل smell إذن هذه رائحة أحمد لكن الرائحة المفضلة بهذه الحالة نكتب أحمد favorite smell بهذا الطريقة تصبح الجملة صحيحة تصبح what أحمد favorite smell what أحمد smell يعني ما هي رائحة أحمد لكن نريد نقول ما هي رائحة أحمد المفضلة كما في هذه الجملة what أحمد favorite smell نريد أن نقول صوت أحمد لاحظ المفضل تصبح what أحمد favorite sound ما هو ذوق أحمد أو المذاق المفضل إذا أحمد what أحمد favorite taste وهكذا إذن فقط نغير الشخص نضع أبوستر في s نضع favorite ونضع الحاسة بعده بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن the five senses عن الحواس الخمس وأيضا تكلمنا عن some parts of the body بعض أجزاء الجسم وكيف استخدمها باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته